ترجمة نانسي قنقر في المرحلة الأولى من خلال استقبال اللجنة المنظمة للمتطوعين وذلك استعدادا لانطلاق الدفعة الثالثة استمرارا للمرحلة الأولى من تدريب القوة الاحتياطية بوجوه يملأها الحماس وقلوب يملأها حب الوطن والولاء للقيادة وعقول يملأها الاقتناع بالدفاع عن هذه الأرض وخدمة أهلها الكرام هذا ما يصعى إليه متطوعي الدفعة الثالثة من القوة الاحتياطية يذهب المواطنون من أقارب منتسب قوة دفاع البحرين والحرس الوطني إلى المشاركة في التطوع للقوة الاحتياطية مؤكدين الحرص على أمن واستقرار الوطن في جميع الأحوال من خلال الاستجابة اللافتة تجاوبا مع قانون القوة الاحتياطية طبعا أنا اليوم متطوع في قوة دفاع البحرين طبعا لا شعوري ضاهي خدمة الوطن وندعو الشباب اللي عندهم وقت فراغ أن الوطن أولى بهذا الوقت أول شيء أنا شفت الإعلان في الإنستغرام في السوشال ميديا وثاني شيء نصحوني الردي رابعي في هالموضوع موضوع التطوع وسجلت هنا كلمت هنا رابعي اللي ويأتنا في الجامعة سجلنا ويأتنا هنا واستقبل هنا في مركز التدريب وقد عملت قوة دفاع البحرين على الإعداد الجيد لهذه الدورة حيث قامت بتوفير كافة احتياجات ومتطلبات التدريس من تجهيز القاعات الدراسية اللازمة واختيار أفضل المدربين وانتقاء أجود أنواع المواد الدراسية والبرامج التدريبية لتحقق هذه الدورة الأهداف المنشودة وأفضل النتائج المرجوة حتى يتخرج المتطوعين من القطاع المدني وقد تسلحوا بالعلوم والمهارات العسكرية كما وتشمل الدورة على مجموعة من العلوم العسكرية النظرية والعلمية طبعا كوني مدني وما التحقق في السلك العسكر من قبل هذه أولا فرصة عشان نشوف المجلات الأخرى قبل هذا كله طبعا هذا واجب وطني كوننا فتحون لنا الفرصة يعني كمواطنيين لازم ننتهزها طبعا وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن المساهمة في نداء الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه هو واجب وطني مقدس وشرف للمواطنين وأن الخطوات التي اتخذتها القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تأتي تعزيزا لمسيرة الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مملكة البحرين تواصل القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تسجيل متطوعي الدفعة الثالثة من القوة الاحتياطية وذلك لتأهيلهم التأهيل العسكري الذي يمكنهم من الدفاع عن وطننا الغالي يكون درعا داعما لأخوانهم من منتسب قوة دفاع البحرين خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر